الحوار بين الجزائر وفرنسا حول ملف الذاكرة ينتقل إلى مرحلة جديدة لا حوار فيها وزير المجاهدين طيب زيتوني قال إن الملف مجمد وأن وزارة المجاهدين لن تقف عند لجان الحوار المشتركة والديبلوماسية بعد تأكد عدم وجود إرادة فرنسية لحل الملف وتهرب باريس من تحمل المسؤولية التاريخية مجمدة لأن ما فيش يعني إرادة من جانب الفرنسي تعطيل دائما من جانب الفرنسي نحمل المسؤولية الجانب الفرنسي والآن نحن على مساوي وزارة المجاهدين نفكر في طرق أخرى فرنسا مطالبة تحتذر تصريح زيتوني في عز التغيرات العميقة الحاصلة في الجزائر حاليا يوحي إلى تغير موازن في قواعد الحوار والعلاقات المتشعبة بين الجزائر وباريس الظاهر فيها ملف الذاكرة في كل مرة هذا الملف المثقل بتاريخ دام بسبب الجرائم الفرنسية في حق الجزائريين والذي دائما مكانا راسما لمعالم العلاقات الثنائية والمؤشر الدال على حالتها فغالبا متسمت بالتذبذب منذ الاستقلال وإن بدت مستقرة في الظاهر رغم محاولات أنظمة وحكومات جزائرية سابقة تمسى ملف الذاكرة والقفز عليه في علاقة الجزائر بفرنسا وصل لحد إجهاض السلطة التنفيذية والبرلمان الجزائري أيام حكم العصابة لمشروع قانون تجريم الاستعمار عام 2010 إلا أن الملف بقي حاضرا وعاد بقوة في وقت يسكن فيه من أجهضوه السجن بل أن المؤشرات توحي أن صفحات أخرى منه ستفتح ظلت مغلقة لعقود قصة ملف الذاكرة المثقل بجرائم الفرنسيين يثبت أن المتغيرات وإن كثرت إلا أن الثابت أن لا أحد له الحق في مفاوضة فرنسا على حساب دماء الجزائريين